موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة اهلا بكم ونبدأ بالعنو مساعدات امريكية اضافية لأوكرانيا وزينيسكي يدعو بايدن لفرد مزيد من العقوبات على روسيا قط يؤكد ان سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ان لا يؤثر سلبا على العقود مع الاوروبيين الرئيس التونسي يعلن حل القرلمان والتحقيق مع عدد من النواب بتهمة التآمر على امن الدولة موسيقى شبح الفراغ الدستوري يخيم على العراق مع تعضل انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس البلاد موسيقى نبدأ حصاد الليلة بتداعيات وتطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا موسيقى افادت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون بان القوات الروسية بدأت لانسحاب من محطة تشيرنوبل في اوكرانيا يأتي هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها تعيد تجميع صفوفها بالقرب من العاصمة الاوكرانية كييف ومدينة تشيرنهيف شمالا من اجل التركيز على مناطق رئيسية اخرى واستكمال تحرير منطقة دومباسل انفصالية وجاء بيان الوزارة غدات اعلان موسكو انها ستقلص العمليات بالقرب من كييف واتشيرنهيف لدعم التقدم في محادثات السلام من جهاتها قالت وزارة الدفاع الاوكرانية ان القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها وتستعد لاستئناف العمليات الهجومية واضفت انها رصدت تحركات للقوات الروسية الى خارج منطقتين كييف واتشيرنهيف لكنها لا تعتبر هذا انسحابا شاملا واشارت الى ان الجهود الروسية الرئيسية تتركز على تطويق القوات الاوكرانية في شرق البلاد وان موسكو لا تزال تحاول السيطرة على ماريوبول الساحلية في الجنوب وبلدتي بوبانسا وروبينجي بدوري قال حاكم مدينة شيرنهيف الاوكرانية ان روسيا كثفت من قصفها خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ما اصفر عن اصابة خمسة وعشرين شخصا على الاقل واضف ان اكثر من مائة الف شخص محاصرون داخل المدينة وليس لديهم ما يكفي من طعام وامدادات طبية الا لأسبوع اخر تقريبا واضهر تسجيل مصور اثار الهجمات الروسية على سوق محلية في المدينة وفي ضاحية اربين قرب كيف اعلنت السلطات مقتلى مائتي شخص على الاقل منذ بدء الحرب في غضون ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لما قالت انه موقع مدمر لمنظومة صواريخ دفاع جو اوكرانية من تراز اس 300 وقالت الوزارة ان احداثيات مواقع اطلاق منظومات الدفاع الجوي الصاروخية تم تحديدها بوسائل الاستخبارات الالكترونية واضفت انه تم بعد ذلك قصف المواقع بقدائف صاروخية عالية الدقة وانه نتيجة الاصابة الدقيقة دمرت قادفات وعربات نقل محملة بالدخيرة اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن عن دفعة مساعدات اضافية لاوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار وصرح البيت الابيض بان بايدن بحث مع نظير الاوكراني فليدومير زلنيسكي تزويد كييب بقدرات عسكرية اضافية من جهتي قال زلنيسكي انه ناقش مع بايدن مساعدات دفاعية محددة لبلاده وذلك في مكالمة هاتفية استمرت لمدة ساعة واضاف زلنيسكي انه ما ناقش ايضا فرض حزمة جديدة من العقوبات المشددة على روسيا فضلا عن تعزيز المساعدات المالية قال مستشار الرئيس الاوكراني انه لا يمكن اجراء تصويت على اي اتفاق محتمل مع روسيا دون انسحاب القوات الروسية اولا وطلب المسؤول الاوكراني بانسحاب القوات الروسية الى مواقعها قبل الرابع والعشرين من فبرايل لتمهيد الطريق لاي اتفاق سلام محتمل يطرح في استفتاء وطني واعرب عن املي في عقد اجتماع قريبا بين الرئيس الاوكراني فليدومير زلنيسكي والرئيس فليدومير بوتين في الوقت نفسي قالت اوكرانيا ان وفدها المفاوض الذي اجرى محادثات مع روسيا في اسطنبول هذا الاسبوع ظل هناك لاجراء محادثات بشأن التعاون الفني العسكري مع الحكومة التركية وقامت تركيا بدور الوساطة بين روسيا واوكرانيا منذ الغزو الروسي وتعاونت تركيا في السابق مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع لكنها باعت كذلك طائرات مسيرة لكييف مما اثار غضب موسكو من جانب اعلنت روسيا ان المفاوضات التي جرب بين الوفدين الروسي والاوكراني في اسطنبول لم تفضي الى نتائج واعدة ولا اي تقدم وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف انه لا يمكن في الوقت الراهن الاشارة الى اي نتائج واعدة جدا او اي تقدم من اي نوع مضيفا ان هناك الكثير من العمل لانجازه دعا رئيس الوزراء البريطاني بورت جونسون خلال كلمة امام لجنة برلمانية الى مواصلة تكثيف العقوبات على روسيا حتى خروج جميع الجنود الروس من اوكرانيا وكان رئيس الوزراء البريطاني قد اشار في وقت سابق الى ان زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا اتفقوا على ضرورة عدم تخفيف الموقف الغربي حيال اوكرانيا ينضم الينا من موسكو دمتري بريجع الكاتب والباحث السياسي سيد دمتري عقب انتهاء جولة التفاوض التي كانت في اسطنبول كانت التصريحات تبدو ايجابية ثم تغيرت بعد ساعات الى النقيد وبدعوات من اوكرانيا لتجديد العقوبات ما الذي حدث كان يواضح بان ادارة جو بايدن ايضا ترعب دورا في عدم نجاح المفوضات خصوصا بما يخص العقوبات والفرن منازلتهم العقوبات والضغط على رئيس الاوكراني بلديمير زلينسكي حتى الان المفوضات هي ليست في النهاية هناك ايام قادمة سيكون هناك مزيد من النقاش بين الطرف الروسي والاوكراني حتى الان يعني رأينا بان الطرف الاوكراني قبل جزء من الشروط وما يخص حيادية اوكراني وهذا اهم شرط طلبته روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية نعرف بان روسيا تريد من اوكرانيا ان تكون دولة حيادية وان يتم نسع السلاح منها وان يكون وقف الدعم الغربي لها والان حتى الان يعني ايضا هناك موضوع اكثر وهو الاعتراف بشبه جزيرة القرن كجزء من روسيا والاعتراف بدونيسك والاوغانسك جمهوريتين من فصلتين هناك حتى الان مشاورات وهذه المشاورات يمكن ان تعطي نتيجة اذا قبل الطرف الاوكراني جزء من الشروط الروسية وحتى الان نعم بكل تأكيد المفاوضات اعطت جزء من النتيجة او كان هناك تقدم بسيط في المفاوضات بما يخص الشروط الروسية ولكن حتى الان هناك الكثير من العمل بين الطرف الروسي والاوكراني وبوساطة تركية رأينا بين الوساطة تركية لعب دورا مهما في المفاوضات يعني الان يجب ان يكون هناك مزيدا من النقاش او الحوار بين الطرفين لكي يتم بناء وثيقة او اتفاقية بين الطرفين لوقف العمليات العسكرية وليتم التعامل او الحديث او الاستفتاء في اوكرانيا بمخص يدية اوكرانيا في نقطة الاستفتاء هناك تصريح اوكراني واضح بانه لن يتم اي استفتاء دون ان يتم من سحاب جميع القوات الروسية الى حدود قبل الرابع والعشرين من فبراير اذا هذا شرط اوكراني الى اي مدى هو قابل للقبول من موسكو اتوقع بان روسيا لن توافق بذلك لان حتى الان الغرب يدعم الكوران بالسلاح وهذا الشيء يعني ترغب روسيا بانه تهديد الامن القومي الروسي حتى الان لك يعني استنتاج في المناطق الجمهوريتين دونسك والوغانسك ولذلك حتى الان العملية العسكرية مستمرة للروس القوات الروسية بدعم ايضا من القوات الانفصالية لسيطرة على تمام السيطرة على الجمهوريتين على الجمهورية دونباس والان حتى الان يعني الهدف الاساسي من العملية خصوصا بما يخص الجمهوريتين ان يتم السيطرة بالكامل على المناطق التي يسيطر عليها القوات الأوكرانية في دونباس وهو الهدف الأساسي أو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية نعم فكرة الحديث على استكمال أو أن هناك ورقة قدمت من الجانب الأوكراني والجانب الروسي تحدث على أن ذلك يعتبر مؤشر إيجابي نفس المطالب التي تطالب بها أوكرانيا قدمتها مكتوبة إذن ما الفرق؟ حتى الآن هناك خلافات بما يقص شبه جزيرة القرم ودونيسك ولوغانسك نعرف أن هذه المناطق حتى الآن لم يتم الموافقة عليها وهي يتوقع بأنها ستكون في نهاية المفاوضات الحديث عن شبه جزيرة القرم ودونيسك ولوغانسك وأيضا بما يخص حيادية أوكرانيا حتى الآن لم يتم بناء وثيقة بما يخص كيف سيتم العمل بما يخص نزع السلاح عن أوكرانيا السلاح الهجومي وبما يخص حيادية أوكرانيا حتى الآن سوف يكون هناك أيام قادمة سوف يتم الحديث عن هذه النقاط نعم التعامل في هذه المفاوضات يبدو بأنه بين طرفين ندين وليس كما تتحدث موسكو عن أنها تحقق وتكتسح على الأرض في المعارك العسكرية يبدو أن أوكرانيا لديها ما تستند عليه خاصة من خلال أنها تطالب بالمزيد من التسلح وأيضا المزيد من العقوبات نعم وهذا التسلح ما يسبب عرقلة المفاوضات طلب الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلانسكي من الرئيس الأمريكي جو بايدن للضغط على روسيا وفرض مزيد من العقوبات لا يساعد في المفاوضات بل يضر المفاوضات بل يضر ما يحاول الآن المفاوضين أن يقلوه في هذه المفاوضات والطلب أيضا بالتسليح هو ما لا تريده روسيا من أوكرانيا روسيا ترى بذلك بأن هذه الأسلحة تهدد روسيا وبأنها سوف يتم استنداء في المناطق التي اعترفت بها روسيا جمهورتين دونيس بوروغانسك ويعني الآن على الطرف الأوكراني أن يقبل الشروط الروسية وأن يوقف فكرة أن يأخذ السلاح من الدول الغربية هذا استمرار بهذه السياسة سوف يضر بالمفاوضات شكرا سيد دمتري بريجا الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من موسكو أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سداد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل كان كما تطلب موسكو يجب أن لا يؤثر سلبا في العقود مع الأوروبيين وخلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولف شولتس أوضح بوتين أن هذا التغيير في إجراءات السداد حدث لأن أعضاء الاتحاد الأوروبي جمدوا احتياطات العملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي في خطوة وصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي في الوقت نفسي أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن سداد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل سيتم بشكل تدريجي مشيرا إلى إمكانية تطبيق هذا الإجراء على الصادرات الروسية من الحبوب والفحم والنفط والخشب أزمة حقيقية توجهها دول أوروبا بعد قرار الرئيس الروسي بوتين بدفع ثمن الغاز بالروبل مما يزيد من احتمالية تعطل الإمدادات بعد رفض الدول الغربية حتى الآن مطالبتها بتبديل العملة قرار بوتين ساهم بشكل كبير في تعزيز قيمة الروبل الروسي بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أعقاب العقوبات الاقتصادية التي فردت على موسكو وأعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده لن تقوم بتوريد الغاز بالمجان وأن الدفع فقط بالروبل يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل مقابل عملتها اليورو أو الدولار ودفع ثمن الغاز بالروبل في الواقع لا شيئات غير عمليا ومع ذلك فهذه تعليمة من الرئيس وحتى 31 مارس يتم النظر في جميع الخيارات لهذه العملية وبرغم أن روسيا أوفت بالتزاماتها طيلة الفترة الماضية لكن الرؤية غير واضحة حول ما سيحدث بعد 31 مارس مع التصميم الروسي وإصرار الغرب على رفض الدفع بالعملة الروسية وهو ما دعاها لاتخاذ تدابير وتفعيل خطط الطوارئ كما فعلت ألمانيا من أجل الاستعداد لهذا الوضع قمت بتشغيل مستوى الإنذار المبكر نحن في موقف حرج ويجب أن أقول أن كل كيلو وات يتم توفيره يساعدنا وأناشد الشركات والمستهلكين من القطاع الخاص مساعدتنا من خلال توفير استهلاك الغاز والطاقة محللون رأوا أن العنادة في سوق الطاقة سيجلب الأوروبا التي بدأت بالعداء خسارة كبيرة كما سيكبد روسيا تكاليف باهضة لتأسيس بنية أساسية لتصدير الغاز والنفط إلى أسواق أخرى ويصيب الاقتصاد العالمي بصدمة عنيفة وحالة من الركود لن تقف عند حدود القارة العجوز وإنما ستمتد إلى ما هو أبعد في غضون ذلك دعا الرئيس الأوكراني فليدومير إزلنيسكي النرويج الثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بعد روسيا إلى زيادة إمدادات الطاقة لبلاده والاتحاد الأوروبي وفي كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان النرويجي اعتبر إزلنيسكي أن السفن الروسي ينبغي ألا يكون لها الحق في استخدام موانئ العالم الحر ثقتنا في النرويج كانت وستظل دائما هي الأعلى وهذا عكس السلوك روسيا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة يمكن للنرويج تقديم مساهمة حاسمة لأمن الطاقة في أوروبا من خلال توفير الموارد اللازمة لكل من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لقد بدأنا بالفعل الحوار حول توريد حوالي 5 مليارات متر مكعب للموسم القادم في الوقت نفسي قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده ستتخذ خطوات لإنهاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام الجاري وتوقع خفض واردات الغاز في مايو المقبل داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى أن تحدو عدوها قدمنا أكثر خطط متشددة في أوروبا للتخلص من مصادر الطاقة الروسية النفط والغاز والفحم الروسي وهي أكثر الخطط تشددا وواقعية في حين يرى البعض في أوروبا بأن روسيا شريك تجاري نعلم أن روسيا تستخدم النفط والغاز للابتزاز ونسعى لإقناع الآخرين بنزع ترسانة بوتين التي يستخدمها في ابتزازه في الجزائر أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرة حول الأمن والاستقرار الإقليمي كما تناولت المباحثات قضايا الطاقة خاصة مسألة إعادة تشغيل أنبوب الغاز الأورو مغاربي لمساعدة الدول الأوروبية في تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يحط رحاله بالجزائر زيارة تأتي في ظروف دولية حارجة تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية تسعى واشنطن للحد من تداعيتها على حلفائها في أوروبا لا سيما فيما يتعلق بأزمة الطاقة والتقاب لينكين نظيره الجزائري رمطان العمامرا كما حظي باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون أين أشهد بالدور الجزائري الفعال في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة إن الجزائر في غاية الأهمية لدعم الأمن في المنطقة ودعم أيضا لتقديم المساعدات الإنسانية التي تقدم للجيران في الساحل وأيضا هي تبرز قيادة فاعلة في قضايا الإقليم وفيما يخص ليبيا الجزائر كانت صوت واضح جدا لدعم العملية الإنسانية ودعم سرعة الانتخابات هناك وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية على علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائري والرباط لخفض منسوب التوتر المتصاعد بينهما وعينها على إعادة تشغيل أنبوب الغاز الأورو مغاربي لمساعدة الدول الأوروبية في تقليل اعتمادها على الطاقة من روسيا وحسب مراقبين سيتعاطى الطرف الجزائري مع الطلب الأمريكي بمسؤولية وبما يحمي المصالح العليا للبلاد الجزائر ثابتة الجزائر قادرة على أن تتخذ الموقف الذي تراه أنه يخدم المصلحة الجزائرية يخدم مصلحة المنطقة يدفع بالمنطقة بعيدا عن أي حروب سواء بالوكالة أو مباشرة ولكن هذا لا يعني أننا غير منفتحين على أي مصلحة تخدم الطرفين تخدم الجزائر وتخدم أمريكا أو تخدم أي جهة أخرى يعود النفع فيها على الشعب الجزائري وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى الجزائري بعد ثلاثة أسابيع من زيارة نائبته ويندي شيرمان حيث التقى بممثل الأعمال الأمريكية في الجزائري لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضيف شرف في معرض الجزائر التجاري الدولي شهر يونيو المقبل وهو أكبر معرض تجاري في إفريقيا وجدت الجزائر نفسها في قلب الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي ورغم إصرارها على الحياد إلا أنها ستراعي مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية بما يتوافق مع مبادئها وسيادتها ومواقفها الثابتة كريم قندولي قناة الغد الجزائر تنضم إلينا من برلين جهان أبو زيت الباحثة بمركب جنيف للدراسات سيدة جهان كيف استقبلت برلين حديث موسكو بأن استخدام الروبل سيكون تدريجيا؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين الكرام أظن كما هو متوقع وكما أشار أيضا التقرير الذي عرض قبل قليل كان هناك صدمة وأيضا صدمة في الشارع الألماني أيضا وتخوف شديد خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز منذ بداية الحرب وليس فقط عقب التصريح باستخدام الروبل ولكن السياسيون الألمان كانوا يضعون هذا الاحتمال أيضا موضع دراسة وبالتالي كان هناك تخطيط لهذا الأمر لكن علينا أن نميز بين نوعين من ردود الأفعال رد فعل يسوق في الإعلام وينص ويعرض عبل التصريحات الصحفية والإعلامية ورد فعل أيضا على المستوى السياسي وعلى الأرض وليس بالضرورة يظهر في وسائل الإعلام يجب التفريق بشدة بين هذين المستوين على سبيل المثال كان هناك اليوم اتصال بين المستشار الألماني وبين الرئيس بوتن وأيضا بخصوص مسألة الغاز وبخصوص الدفع بالروبل وأنا أظن أن الاتصال كان فقط بين المستشار الألماني وبين الرئيس بوتن بل أنه أيضا بين بعض الزعماء الأوروبيين الآخرين يعني ما أقصده أنه الاستجابة المباشرة دائما لما يروجه في الإعلام ليست هي الحاسمة وليست هي الحقائق الأخيرة هل يمكن أن يفهم بأن هناك نوع من المصالح المشتركة بين برلين وموسكو فيمكن أن تكون العلاقات مختلفة بينها أو تختلف عن الدول الأخرى بمعنى أن يكون هناك تبادل المصالح نظرا لحاجة برلين إلى موسكو نجد بداية التأكيد على أنه حتى الآن هناك موقف موحد بين دول الاتحاد الأوروبي نعم هذا هو معلن وبالتالي برلين لن تغرد أو لن تعلن بأي توجه مختلف ولكن ليست ألمانيا الوحيدة هي ربما تستهلك الغاز الروسي ولكنها ليست الوحيدة وبالتالي الدول التي تستورد والتي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي سوف تدخل في مفاوضات من نوع آخر وربما نلمحه أن المتحدث باسم الكريملين أمس واليوم وكأنه أعاد سياغة التحذيرات بشكل آخر وقال لم نذكر أن الدفع بالروبل يجب أن يكون فورا ونحن نعلم أن الدفع بالروبل هو عملية طويلة وممتدة وسوف تتم عبر خطوات وبالتالي وكأنه صاغى الأمر ببعض الليونة بصيغة تختلف عما صاغاه الرئيس بوتون قد يفهم من هذا أنه ليس تراجع ولكنه تخفيف لحدة اللهجة من ناحية أخرى ألمانيا والدور الغربية رفضت وذكرت بشكل موحد ولكن علينا أن ننتبه أيضا أن الرد لم يأتي مباشرة بل أنه استغرق بعض الوقت لكي يتم هذا الرد بما يعني أنه راس لسيناريو آخر وربما البحث عن وسيلة أيضا للمفاوضات خارج الإعلام هناك دعوة من الرئيس الأوكراني لتجديد العقوبات والولايات المتحدة تتحدث عن حزمة جديدة أيضا من العقوبات العقوبات التي فردت حتى الآن المنظمات الدولية تتحدث على أن هناك أزمة جوع وليس أزمة أزمة مالية فقط يعني ما الذي يمكن أن تفعله العقوبات القادمة؟ وهل فكرة هذه العقوبات ما زالت مقبولة أوروبيا؟ أظن ما حدث من أضواء الغاز كان محاولة من بوتين لرفع التصعيد بين روسيا والقوى الغربية ما حدث وهذا التلويح كان نوع جديد أو مرحلة جديدة من العقوبات الاقتصادية أو الرد على العقوبات الاقتصادية وأيضا طرح عقوبات بديلة هل ستدفع أوروبا التي تستجيب للأسف إلى المقترحات بدون دراسة كافية لتأثير هذه المقترحات الأمريكية على القرى الأوروبية؟ أظن الأيام ستكشف لهذا ولكن أظن إذا ممس الأمر الغاز والطاقة فربما أوروبا ستكون أكثر تريسا هذه المرة خاصة وأن الرئيس بوتين إذا لم يجد هناك بديل آخر قد ينتقل إلى مرحلة أخرى في التلويح بإمدادات الطاقة تلك المرة هو تحدث عن العملة فقط وفي النهاية هو لجأ للتحدث عن الطاقة أو عن إمدادات الطاقة واستخدم العملة هذه هي خطوة أولى في التنويح والتلويح والتهديد مرة أخرى بإمدادات الطاقة وبالتالي على أوروبا أن تكون أكثر يقزة وأكثر حذرا وانتباها لمصلحة سكان القارة عودا على اتباع النصائح الأمريكية إلى أي مدى تشجع أوروبا فكرة التفاوض الذي يدور؟ أين كان إذا كان في إسطنبول أو في أي مكان آخر؟ لأن هناك اتهامات للولايات المتحدة بأنها هي التي تعرقل التفاوض بالطبع وكلنا نعلم ونتابع أيضا التعليقات الحمقاء أحيانا من الرئيس الأمريكي ولكن بدأنا أيضا نسمع أصوات أخرى خاصة من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي والتي تميل لحد كبير إلى التهدئة اللغة والخطاب عمتا حتى في وسائل الإعلام الأوروبية بدأ يقترب من انخفضت الحدة الكبيرة التي كانت في البداية على عكس وسائل الإعلام الأمريكية التي ما زالت تستخدم لغة حد للغاية أظن أن أوروبا كما ذكرت منذ قليل أوروبا ربما تبدأ في الانتباه لمصلحتها خاصة مع ارتفاع كافة الأسعار نحن نلاحظ الآن الخوف الشديد من الشعب من الناس بدأنا نلاحظ في بعض الولايات أيضا اختفاء بعض السلع بما يعني أن المواطنين أنفسهم بدأت الحرب تسل إليهم في بيوتهم بدأوا يشعرون بعودة إلى الحرب وعودة إلى المرحلة السابقة التي عاشتها ألمانيا فبدأ على مستوى المواطن العادي بدأ يكون هناك إحساس كبير في الحرب وبالتالي هذا يشكل في حد ذات الضغط كبير على السلسل سيدة جهان نابوزيت الباحثة بمركز جينيف للدراسات كنت معنا من بدين شكرا لك تستقبل محطة بشميش آلافة اللاجئين الأوكرانيين يوميا هربا من الحرب الدائرة في أوكرانيا حيث ينتظر كل واحد فيهم دوره ليتم نقله إلى مراكز الإواء الخاصة مراسلنا ضياع حشية من الحدود البولندية الأوكرانية يرصد لنا تفاصيل أكثر لا شيء أقبح من الحروب من يدفع الثمن هو لاجئون أوكرانيون فعليا هم أتوا من بلادهم قضوا ساعات طويلة في معطة بشميش في بولندا على وجه التحديد أمضوا ساعات نلاحظ بأنهم فعليا أوضاعهم صعبة للغاية وصلوا هنا لا أمل لا مستقبل لهم من سيتم أخذه إلى مدارس إلى مراكز تأهيل حتى ينامون فيها هنا يقول الكثير منهم بأنهم لا يريدون التفكير في أي شيء سوى أنهم هربوا من أزيز الرصاص من الصواريخ التي كانت تسقط وبصورة كثيفة جدا أطفال تركوا مدارسهم هنا عدد كبير 700 ألف طفل وصلوا بولندا أطفال من المراحل التمهدية والإعدادية ليس في يدهم ولا في مصيرهم سوى أنهم سيعيشون أياما مختلفة كانوا يعيشون في هدوء تام في أوكرانيا ولكن الحرب غيرت كل شيء هنا جاءوا بالقطار فعليا ولكن المتطوعون هنا والسلطات البولندية ستحدد أين سينامون من يملكوا المال ربما سيستأجروا إحدى الشغق ولكن من لا يملكه سيبقى رهينا في إحدى المعسكرات اللاجئين أو في منطقة أخرى ولكن الحال هنا صعب للغاية حال اللاجئين في كل البلدان الذين خرجوا من بولندا نحن نتحدث عن أربعة ملايين لاجئ حسب آخر إحصائيات ودخلوا من مختلف الحدود باتجاه الاتحاد الأوروبي ولكن هنا العدد الأكبر هنا المأساة الأكبر لهؤلاء اللاجئين البولنديين من محطة طيب الشامش ضياء حشية الغد بولندا أعلن رئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد بناء على المادة الثانية والسبعين من الدستور وقال خلال لقائي مع الحكومة إن قرار حل البرلمان جاء للحفاظ على مصلحة البلاد واتهم أعضاء في البرلمان بالتآمر على أمن الدولة وبناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسستها وحفاظا على الشعب التونسي أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى وخلال أقل من أسبوع في المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني جاهد وسط مقاطعة قوى الإطار التنسيقي وعدم حضورهم في وقت بدأت رؤى سياسية تذهب إلى خيارات عدة في حال دخول البلاد في فراغ دستوري من جديد يفشل مجلس النواب العراقي بعقد جلسة اختيار رئيس للبلاد للمرة الثانية على التوالي وخلال أقل من أسبوع لم يستطع البرلمان أكمال النصاب الدستوري بجمع ثلثي أعضائه ليحول جلسته إلى جلسة اعتيادية دون تحديد موعد آخر لاختيار رئيس الجمهورية تشكل لدينا ثلث معطل يحاول عملية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي الضغط للحصول على مكاسب سياسي أعتقد أن ثلث المعطل لم يقدم بدائلة ولم يقدم مقترحات لعملية تجاوز الأزمة يذهب مختصون إلى أن أخفاق البرلمان العراقي في جلسته لحسم استحقاق انتخاب رئيس جديد ربما سيعيد القوى السياسية إلى مربع الحوارات والتفاوض مرة أخرى بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي من جهة وبين الحزبين الكرديين المتصارعين على منصب رئاسة جمهورية ربما هناك حلول وسط إما أن تكون في الوسط الشيعي الشيعي أو الكردي الكردي في أي من الانسدادين سيكون انفراج سيكون انفراج على الجهة الأخرى ويضع الإخفاق الجديد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ حوالي خمسة أشهر أمام منعطف جديد بعد تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة مبكرة وقوى أخرى طرحت الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء على الفراغ الدستوري الذي بدأ يطرق أبواب البلاد يرى تحالف وطن المكون من التيار الصدري والتحالف السيادة والديمقراطية الكردستاني أن أي عودة لطاولة المفاوضات مع الجانب الآخر قد يفهم بأنه اعتراف بالهزيمة وأنهم غير قادرين على إنجاز الاستحقاقات للسورية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية التي يرفضها بكل قوة الإطار التنسيقي محمد فاضل الغد بغداد ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من بغداد نبيل العزاوي الباحث في أشهول السياسية سيد نبيل إلى أي مدى السلاح لانسحاب من جلسات البرلمان يمكن أن يكون سلاحا ناجحا ويحقق النتائج أو المكاسب المرجوة شكرا جزيلا للاستضافة ثلاث مرات لم يفلح البرلمان في جمع الـ 320 نائب ليمرر رئيس الجمهورية هذا يعني أن هناك شرخا وجليدا كبيرا لم يذاب لحد الآن ما بين الإطار والتيار لا زال التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر متمسك بقضية الأغلبية وهذا ما وضح من خلال التغريدة الأخيرة حينما قال لا أتوافق معكم ولا توافق والانسداد هو أفضل من التوافق ولا عودة لتقسيم الكعكة وبالتالي يرى الإطار من ناحيته يجب أن يكون توافق في رسم المشهد المقبل بقضية ومتمسك بقضية الثلث المعطل ثلاث مرات يعني اليوم نعتقد استنساخ هذه التجربة اللبنانية التي لم تفلح في لبنان استنساخها في بغداد سوف لن يفضي إلا مزيدا من الأزمات والتعقيدات قبال هذا سمعنا قبل قليل أن هناك مبادرة جديدة هذه المبادرة كانت من رئيس اعتلاف دولة القانون السيد المالكي وكذلك من السيد العامري أنه ستكون في الأفق خلال الساعات المقبلة لحلحلة الأزمة التي أصبحت مركبة الأزمة اليوم في كل البيوتات في البيت السن ما بين الاتحاد والديمقراطي على منصب رئيس الجمهورية وكذلك حتى البيت السني التحالف السيادة هناك مشكلة في تقسيم الوزارات وهناك من يريد أن ينسحب إذا لم تعطى له وزارة الدفاع وكذلك المشكلة الأكبر في البيت الشيعي أعتقد أن التمسك بخيار الثلث المعطل سيعطل العملية السياسية برمتها وسنذهب إلى المجهول وإلى المحظور ما الذي يقول الدستور في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة القادمة وهي الجلسة الأخيرة التي يفترض أن يتم باختيار فيها رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة يفترض قفزنا على التوقيتات الدستورية وقفزنا على كل الأمور التي من شأنها ستة أشهر اليوم مضت ستمضي على الانتخابات التأسيسية التي كانت مفترضة ليست إجرائية هذه الانتخابات لم تبضي إلى مزيد من التعقيدات والقفز على الدستور قضيتين اليوم بدأ القانونية تكلمون بها إذا بقينا خلال هذه الانسدادات وعدم التفاهم وظلت الجلسة مفتوحة إلى يوم ستة ثلاثة الموعد الأخير يوم الثلاثة أيام قليلة تفرقنا عن المدة الدستورية بالتالي سوف لن تقف المحكمة نعم عفوا لن تقف المحكمة مكتوفة الأيدي ولن تسمح بهذه الخروقات أعتقد أنه في الدستورية نص على أنه رئيس الوزراء بطلب من رئيس الجمهورية باستطاعته أن يطلب من البرلمان حل نفسه أو ثلثي أعضاء البرلمان وفق المادة 64 يحل برني ولكن هذه حكومة تصريف أعمال كيف يمكن مداركة هذه القضية بالتالي أعتقد أنه ستفاتح المحكمة الاتحادية إن لم نصل إلى حل حلة بعد يوم ستة ثلاثة ولكن هناك تلوح في الأفق مبادرة جديدة هذه المبادرة لم نفهمها لحد الآن ولم تطلع عليها الرأي العام وبالتالي ننتظر خلال هذه الساعات عن كيفية حل حلة هذه الأزمة وتدارك الأخطاء الذي وقنا بها الجلسة القادمة هي في السادس من أبريل ولكن ما هي البوادر أو المبادرة التي تحدثت عنها سيد نبيل التي يمكن أن تصل إلى حلول مرضية؟ للخروج من هذه الأزمة المعقدة وهذه الاختناقات التي حصلت وعدم هناك منهج ورؤية للتصورات التي يكون نائية ويعتقد العراقين أن نخرج منها هناك بادرة سمعنا أن هناك بادرة جديدة ستكون في الأفق خلال الساعات المقبلة بأن الإطار التنسيقي سيعرض على التيار الصدري محادثات جديدة من شأنها أن تفضي إلى حل حلة الأزمة لأن اليوم الثلاثين صعبة جدا يعني اليوم مئتين وعشرين نائب تجمع وتمرر لا الإطار يستطيع ولا مع التحالف الثلاثي السيادة والديمقراطي الكردستاني ولا حتى الإطار يستطيع وحده أن يشكل ما لم تكن هناك اتفاق خلنا نسميه اتفاق وليس توافق بنكهة توافقية للخروج ولكن إن ظلت هذه الأزمة معقدة سوف بالتالي سندخل في مجهور خطر جدا لأن التوقيتات الدستورية عبرت وبذلك هناك من يتكلم عن حكومة الطوارئ أن تبقى الحكومة نفسها إذن هناك إشكالية كبيرة أعتقد أن هذه البادرة الجديدة هل سيقبل السؤال الصعب هل سيقبل بها التيار الصدري إن لم يقبل التيار الصدري وظل باق على قضية الأغلبية السياسية أعتقد سيذهب التيار الصدري إلى المعارضة وهو قالها من البداية إما معارضة وطنية أو حكومة أغلبية سياسية وطنية إذا كان كل هذا على اختيار منصب رئيس الجمهورية كيف سيكون تشكيل الحكومة إذن؟ التعقيدة لأول مرة أستاذ العزيز لأول مرة من 2006 إلى 2014 إلى 2018 لم نمر بهذه المشكلة كانت الأمور سلسة جدا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ولكن التعقيدة كانت دائما في رئاسة الوزراء نبقى أشهر كيف يمكن اليوم يعني بعد إن سلمنا جدلا وسلفا إننا سنمضي ونختار رئيس الجمهورية العقدة الأكبر ستكون في رئاسة الوزراء وتشكيلة الحكومة وكيف ستكون الوزراء ومن أي طيف وهل سيمكن أن إرضاء كل هذه القيادات هذه المشكلة يجب أن تكون هناك تنازلات لصالح الشعب العراقي وأن تكون حكومة أغلبية خدمية ما ممكن الشعب العراقي بعد يرتضي بهذه الأمور سيد مقتدى الصدر يتحدث على أنه فاز وحقق الأغلبية أو يملك الأغلبية ومن حقيق أن يدير هو وفريقه الجانب الآخر يتحدث على أن هناك قوة سياسية وقوة نسميها طائفية موجودة ومعترب بها لابد أن تكون أيضا ممثلة وموجودة كيف يمكن أن تحل هذه المعادلة؟ هذه المعادلة صعبة جدا من وجهة نظر التيار الصدري هو الفائز أكثر في الانتخابة والذي حصل 73 مقعد وبالتالي مع تحالفه الثلاثي وصل إلى أكثر من 180 مقعد يعني بالتالي اليوم صعب جدا أن تقنع الأطراف السياسية بأنه يذهب السيد الصدري لشكل حول الحكومة لأنهم يعتقدون إن شكل الصدر الحكومة ستكون هناك مساهلات ستكون هناك استجوابات ستكون هناك فتح ملفات خطيرة تعلم ويعلم الكثير من الجمهور الكريم بأن أكثر من 150 مليار دولار قد نهبت من البلاد وهناك تقارير تقول أكثر من هذا تصل إلى أكثر من 350 مليار بالتالي هذه القضية عندما عرضها السيد مقتد الصدر وقال أنا من سأتصدى لهذه الملفات وأنا ستكون محاسبا أمام الشعب العراقي ويجب بتقديري أن تعطى هذه الفرصة وأن لا يتمترس كما كان في الباقي الكل مشارك والكل معارض أن لا يتمترس مع الكتل الأخرى وأن تعطى القيادات والكتل السياسية فرصة للتائر الصدري ولكن مع الأسف لحد الآن نرى هذه المناكفات والسجالات بالتالي هي تقسيمة الكعكة كما سمها السيد الصدر وبالتالي لم تتنازل الكتل عن مناصبها تجاه الشعب العراقي أعتقد أن الشعب العراقي سوف لن يسكت المآسي والمآلات التي وصلنا إليها من حكومة 2006 إلى اليوم سوف لن يقبل بها وخاصة مع هذا التدهور الاقتصادي وهذه الأزمة المعقدة ما بين أوكرانيا وروسيا ألقت بظلالها على الاقتصاد العراقي كذلك القضية الأمنية وقضايا أخرى يجب حل حلة كل هذه القضايا بحكومة وطنية يمكن أن تفرز لدينا قاعدة قوية وبالتالي ننطلق منها إلى الأمام ونصحح الواقع الغاطس بالأخطاء من بغداد شكرا لك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له بسبب تقديمهم المساعدة لبرنامج السوريخ الباليستي الإيراني وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات اتخذت بحق وكيل شراء مقيم في إيران اشترى من خلال الشركات التابعة له مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإيراني وهي المسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية واضفت أن العقوبات تستهدف أيضا شركة إيرانية للصناعات الكيميائية أحيى الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض السادس والأربعين حيث انطلقت المسيرة السنوية من مدينة سخنين ثم عرابة حتى دير حنة التي يقيم بها المهرجان المركزي وحضر المشاركون من استفزازات الإسرائيليين المتصاعدة ضد فلسطيني الداخل هنا في مدينة دير حنة التم شمل الفلسطينيين في الداخل ذكرى يوم الأرض في كل عام يأتون إلى هنا إلى دير حنة أو إلى عرابة أو إلى سخنين يحملون الهم الفلسطيني ولكن أيضا تثبيت قضية الأرض التي ما تزال تشكل الهم الرئيسي للفلسطينيين في الداخل للبقاء على أرضهم أن تحيي ذكرى طوال حوالي خمسة عقود 46 عام هذا يؤكد على مركزية قضية الأرض على مركزية قضية العمل الشعبي والنضال الجماهيري وعلى مركزية وحدتنا الوطنية وأيضا على مركزية النهج الوطني الذي يحفظ الكرامة الوطنية والذي يواصل مسيرة حماية حقوقنا وتحصيل حقوقنا والمطالبة باستعادة ما سلب منا من أراضي وامتلكات بالروح بالدم نفتيك يا شهيد قال قادة الحركة الصهيونية بأن الكبار سيموتون والصغار سينسون ولكن يبدو أنهم في يوم الأرض أثبتت هذه النظرية بأنها باطلة فهاهم الشباب والشبات وحتى الأطفال الذين يحملون العالم الفلسطيني هنا في الداخل فيوم الأرض بالنسبة لهم ليس فقط مجرد ذكرى ولكن الأمل في المستقبل أحمد المديري قناة الغد من دير حنة في الجليل كما أحيى الفلسطينيون في قطاع غزة يوم الأرض بسلسلة فاعليات مختلفة أكدت تمسكهم بأرضهم ورفضهم التنازل عنها وقالت الفصائل الفلسطينية خلال مهرجان جماهيري نالا تسمح لإسرائيل باستمرار سياستها في سلب الأرض وتهويدها تمسك مهى بشير خيطا وإبرة وتحك مشغولات تراثية خاصة بها ومن ثم تشارك في معارض عامة لتعرض فيها جهدها الذي تقول إنه يظهر التراث الفلسطيني وتاريخه القديم الذي يسرقه الاحتلال وينسبه له أنا مصممة أني أحافظ على النقشة الفلسطينية التي تعبر عن التراث الفلسطيني حتى أنا حتى الآن محتفظة بالتوب الفلسطيني القديم تبع ستي اللي هو كان لست أمي أصلا فهذا المعرض تشارك فيه سيدات فلسطينية لإحياء يوم الأرض من خلال أعمال لهم المتجول بداخله يعرف يقينا مدى حب الفلسطيني لأرضه وتمسكه بها هذا اليوم هو يوم في تاريخنا في ذاكرتنا في قلوبنا في أعماقنا في دمنا هذا اليوم لن ننسى هذا اليوم يمثل الصمود والتجذر في هذا الوطن السليم ارتبط الثوب الفلسطيني دوما بالأرض كما ارتبطت معها شجرة الزيتون التي يجرفها الاحتلال كل يوم بطرق ووسائل متعددة يسعى الفلسطينيون هنا لإصال صوتهم ورسائلهم إلى العالم بأحقياتهم بهذه الأرض على الرغم من كل محاولات إسرائيل الهادفة لسرقة الأرض والتاريخ والتراث فهنا داخل ميناء غزة البحري أحيت الفصائل الفلسطينية يوم الأرض بمشاركة جماهيرية واسعة أكدت فيها على تمسكها بالثوابت الفلسطينية وعدم تنازلها عن أي شبر فيها محذرة في الوقت ذاته من استمرار سياسة التهويد وتوسعة الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وبتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها وتحرير أسرانا ونؤكد على تمسكنا بحق العودة يوم الأرض يعني أن الشعب الفلسطيني متمسك بهذه الأرض التي احتلت منذ عام 48 والعمليات التي جرت خلال الأسبوع الماضي روت أو أكدت بالدم تمسك الشعب الفلسطيني بهذه الأرض تمر السنوات وما زال الفلسطيني المهجر ينتظر عودة قريبة لأرضه أرض يرفضون التنازل أو التفريط بها محمد دعو الغد غزة فلسطين وفي لبنان أحيط الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم برج البرجنة الدكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض في وقفة شارك فيها عدد من أبناء المخيم وأكد المشاركون أن يوم الأرض يحمل معاني الوفاء لمن ناضل من أجل عروبة فلسطين وحريتها مشددين على التمسك بالهوية الوطنية وعدم التفريط بالأرض على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم قد تتحول بعض الأغاني الفلسطينية إلى فريك لورين يتوارثه الأبناء عن الآباء فيحاكي الحب والشجر والأرض وللأرض حكايات وحكايات إن لسان الناس كتاب على الأرض ما هي الأرض أو ما هو الوطن كما قال الشاعر ثم يجيب إنه ليس سؤالا تجيب عليه وتنضي إنه الحياة والقضية معا أو إنه الشوق إلى الموت كي تعيد الأرض والحق معا لقد بدأت حكاية الأرض الفلسطينية منذ نكبة 48 حين أصدرت حكومة ديفيد بنغاريون قانون العودة سنة 1950 فتوافد أعداد كبيرة من اليهود حول العالم ثم تلاه قانون أملاك الغائبين وبمجيبه صادرت إسرائيل أراضي الفلسطينيين الذين اقتلعتهم من أرضهم وتحولوا فيما بعد إلى لاجئين في السبعينيات من القرن الماضي أصدرت إسرائيل قانون المصادرة الأول في محاولة لتهويد الجليل والذي يحمل اسم تطوير الجليل فصادرت بمجيبه أراضي العرب الفلسطينيين في قرى ومناطق عرابة وسخنين ودير حنة وطرعان وعرب السواعد لقد شهد يوم الثلاثين من أذار عام 1976 على احتجاج الأكبر والأول من نوعه داخل فلسطين التاريخية ضد الممارسات الإسرائيلية ومن هنا يستمد هذا اليوم رمزيته النوعية والكبيرة لدى الفلسطينيين احتج الأهالي بالمظاهرات والإعلان عن الإضراب الشامل فازدادت حدة المواجهات واقتحمت إسرائيل هذه القرى وقتلت ستة أشخاص من بينهم امرأة فضلا عن عشرات الجرحة فيما بعد بدأت إسرائيل بناء نظام أبرتهايد أو سياسة الفصل العنصري ورحت تعمل على التهويد وبناء المستوطنات التي التهمت أراضي الفلسطينيين وفرضت قوانين على القدس الشرقية لتسهيل مشاريع الاستطان وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وأجبرت ألاف الفلسطينيين على الخروج من منازلهم ومدينتهم وتحول السياسة هدم البيوت إلى طقس إسرائيلي شبه يومي لخنق الفلسطينيين والتضييق عليهم ست واربعون سنة مضى على يوم الأرض الفلسطينية وما تزال إسرائيل تمارس سياسة النهب المنظم للأرض إذن هي معركة الأرض التي ما تزال تلقي بظلالها المعقدة المتشابكة في الحرب والسلم عم يذهب وآخر يأتي وكل استيطان يزداد استيطانه وما بين الوطن والمنفى تضيع الأشياء في ضباب المعنى وللمنفى أسماء كثيرة من بينها الألم والأمل أما الأمل فهو ليس مادة ولا فكرة إنه موهبة من أجل ذلك ما يزال أهل الأرض في المنفى يغنوا بلهجتهم الفلسطينية راجع بلادي إنها موهبة الأمل ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوة مساعدات أمريكية إضافية لأوكرانيا وزينيسكي يدعو بايدن لفرد مزيد من العقوبات على روسيا كوتين يؤكد أن سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب أن لا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين الرئيس التوليسي يعلن حل الفرلمان والتحقيق مع عدد من نواب تهمة التآمر على أمن الدولة شبح الفراغ الدستوري يخيم على العراق مع تعذر عقاد جلسة الفرلمان لاختيار رئيس البلاد تا حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر